السلام عليكم ورحمة الله كراسي المحرك أو الانجين مونت هي الجزء اللي بيشيل المحرك في سيارتك وليه أسماء كتيرة زي كراسي المحرك وأواعد المطور وأواعد المحرك وأزان المحرك وشيالات المحرك هيكل السيارة هو الإطار الأساسي اللي تتصل به جميع المكونات الحيوية في السيارة زي المحرك علشان كده كان لازم يكون موجود حاجة أو شيء أو مكون يربط بين هيكل السيارة والمحرك وكان استخدام كراسي المحرك هو الحل المناسب لأن كرسي المطور بيسمح للمحرك بالبقاء متصل بالهيكل وبيمنع المحرك من الاهتزاز أو الحركة أثناء القيادة وعلى سبيل المثال فعند القيادة فوق الأفر أو المطباط في الطريق بيمتص كرسي المحرك الصدمات بحيث ما تأثرش على موضع المحرك ويفضل ثابت في مكانه علشان كده بنلاقي إن كراسي المحرك بتصنع عادة من مواد معدنية ومططية وده بيساعد على تقليل اهتزازات المحرك والأضرار اللي بتنتج عن الاهتزازات دي وعادة بيتم استخدام 2 أو 3 أو 4 كراسي أو أواعد لتوصيل المحرك بهيكل السيارة واللي غالبا بتكون مصنوعة من المعدن والمطاط وبيستخدم المعدن علشان يكون قادر على تحمل القوة والعزم الناتج عن المحرك وبيستخدم المطاط علشان يمتص الاهتزازات وبتحتوي بعض الأنواع المتقدمة والحديثة على سوايل بيتم التحكم فيها من خلال كمبيوتر السيارة علشان تكون أكتر صلابة في حالة التصارع وكمان تكون أكتر ليونة لما تكون السيارة في وضع الخمول أو الأيدل وفي النهاية فكراسي أو أواعد المحرك هي خط الدفاع الأول ضد الاهتزازات اللي بتسبب ضرر في سيارتك فحلقة النهاردة هنتكلم عن أنواع كراسي المحرك وأعراض تلف وإيه هي أسباب تلف كراسي المحرك وإمتى تحتاج لتغييرها إيه هي أنواع كراسي أو أواعد المحرك كراسي أو أواعد المحرك في منها أنواع وأشكال كتير وأول نوع كراسي المحرك من المطاط الصلب النوع ده من الكراسي قوي وبيثبت المحرك في مكانه وبينتص الاهتزازات والضوضاء بشكل جيد وبتكلفها منخفضة نسبيا وبيستخدم بشكل شايع في غالبية السيارات الاقتصادية اتنين كراسي المحرك الهايدروليكية والنوع ده بيتملى بمادة هلمية أو سيلة لتخفيف اهتزازات المحرك وانتصاصها قبل وصولها للهيكل وبتستخدم بشكل شايع في معظم سيارات الفئة المتوسطة والعالية ثلاثة كراسي المحرك المعدنية والنوع ده بيشتغل من خلال إنشاء اتصال قوي وآمن بين المحرك والهيكل واللي بيمكن أو بيتيح نقل كمية كبيرة من الطاقة للإطارات واللي بتفضل صلبة حتى في وجود حملة قيل وبتستخدم بشكل شايع في السيارات الرياضية أربعة كراسي المحرك الالكترونية والنوع ده من الكراسي تم تصممها لتغيير صلابة التركيب وخصائص تقليل الضوضاء أو الصوت والاهتزازات بناء على حمل السيارة وصرعتها وبيتنم مرابط بيانات السيارة من خلال نظام التحكم باستخدام أجهزة الاستشعار أو السنسور وبتستخدم بشكل شايع في السيارات الأوروبية وخصوصا في سيارات أودي طيب ايه هي أعراض تلف كراسي أو أوعد المحرك؟ الاهتزازات المفرطة أو القوية في كتلة المحرك هي السبب الأكتر شيوع لتلف الأجزاء الأكتر حساسية واللي ممكن تكلفك مبلغ كبير في الصيانة ودي أكتر الأعراض الشايع واللي بتدل على تلف كراسي المحرك أولا الاهتزازات التقيلة من أكتر العلامات الشايع لكراسي المحرك السيئة أو التلفة هو الاهتزاز المفرط أو الشديد للمحرك وخصوصا عند التصارع وزيادة دورات المحرك علشان كده لما تكون حركات المحرك واضحة أو ظهرة بتشتغل الكراسي أو الأواعد أو الحوامل على تثبيت وتعزيز محرك السيارة كمان بتسمح الكراسي السيئة أو التلفى في حدوث حركة مفرطة أو شديدة للمحرك واللي بتتسبب في اهتزازات هيكل السيارة وممكن تتنهل الاهتزازات دي لكابينة أو صالون السيارة وممكن تحس أو تشعر بيها وتسمعها في أحيان كتيرة وفي بعض الأحيان مش هيلاحظ السائق الأعراض دي لحد ما يكون فيه شخص تاني قاعد أو راكب جنبه وأسوأ حاجة ممكن تحصل هي أن ينفصل المحرك عن الكرسي وده معناه أن المحرك مش هيكون فيه استقرار أو عدم سبات في مكانه وفي النهاية هيبدأ يتحرك أو يروح يمين وشمال لما تضغط على دواسة الوقود لتحريك السيارة بشكل أسرع وممكن يتحرك أو يترجل فوق وتحت عند مرورك فوق مطبع على الطريق وكل التحرك أو الارتجاج ده هيتسبب في تلف كبير للمحرك بالتأكيد فلو حسيت أو شعرت باهتزازات كتيرة في السيارة أثناء الكيادة فممكن يكون بسبب تلف كراسي أو أوعد المحرك وممكن تكون الاهتزازات المفرطة أو الشديدة كمان علامة على خلل في ضبط الإطارات أو في نظام التعليق أو العفشة أو مشاكل الإطارات عموما علشان كده من الأفضل فحص السيارة عند فني متخصص ثانيا الأصوات الغريبة واحدة من العلامات الأكتر شيوع واللي بتدل على تلف كراسي المحرك في سيارتك هي الضوضاء أو الأصوات العالية اللي هتسمعها جاية أو صدرة من غرفة أو حوض أو كبينة محرك السيارة عموما ممكن تسمع ضربات قوية وخبطات كتيرة وده معناه إن المحرك ممكن يكون سايب أو غير سابط عند نقطة واحدة أو أكتر من كراسي أو أوعد المحرك علشان كده تعتبر ضربات أو خبطات المحرك عرض شايع وممكن يتهزي المحرك بطريقة غريبة وأحيانا يخبط أو يصطدم في الأجزاء الميكانيكية اللي حواليه أو المجاورة ليه واللي ممكن تتسبب كلها في ضربات أو خبطات المحرك وعادة بتكون ضربات أو خبطات المحرك أكتر وضوح في أوقات طباط أو انخفاض دورات المحرك لأن قوة المحرك عند النقطة المنخفضة دي بتسمح ليه بالتحرك أو بالحركة يمين وشمال وده أمر ممكن يكون ضر جدا لو استمر الفترة طويلة وفي النهاية لو قمت بتشغيل محرك سيارتك ولاحظته إن بيصدر صوت أو دوشة أعلى وأكتر من المعتاد وحاسس أو ملاحظ باهتزازات أكتر من المعتاد فدي علامة على تلف كراسي المحرك وممكن تحتاج لاستبدالها ثالثا حركة محرك السيارة بتشتغل كراسي أو أوعد المحرك على الحفاظ على محاذات أو ضبط المحرك ووضعه بشكل صحيح في مكانه وده علشان يسمح بعمله بشكل مناسب وعمل جميع الأجهزة الميكانيكية الدعمة للمحرك ومن العلامات الواضحة جدا لكراسي المحرك التلفى في بعض السيارات هي لو كان المحرك بيتحرك بشكل واضح أو ملحوظ عند محاولة وضع عصية الجير أو الفتيس على وضع D أو R ومحاولة الضغط على البنزين والفرامل مع بعض وعموما لو كان بيتحرك للأمام والخلف أو يمين وشمال فمن المحتمل أنك تلاحظ أو تحس به لما تتصارع بالسيارة أو عند التوقف المفاجئ وفي النهاية هيتضرر المحرك الغير متوازن أو الغير مزبوط في وضعه الطبيعي أو مكانه جدا طيب إيه هي أسباب تلف كراسي أو أوعد المحرك؟ دي أهم الأسباب اللي بتتسبب في تلف كراسي أو أوعد المحرك أولا التركيب غير الصحيح من المهم تركيب كراسي أو أوعد المحرك في ورشة أو مركز جيد وعنده المعدات المناسبة لأن التثبيت غير الصحيح هيتسبب في تلف الكراسي أو الأواعد في وقته صير جدا ثانيا العيب المصمعي أو عيوب الصناع من النادر أن تتعرض كراسي أو أوعد المحرك الأصلية للتلف بسرعة وعلى الرغم من كده فممكن يحصل الأمر ده في بعض السيارات وممكن تلاقي أن وكيل السيارة الخاصة بيك أعلن عن وجود حملة استدعاءات لصيانة كراسي أو أوعد المحرك الخاصة بسيارتك ثالثا انتهاء العمر الافتراضي كراسي أو أوعد المحرك بتبدأ في التلف بمرور الوقت وده بفعل الضغط المتواصل عليها كمان هيبدأ الغلاف المطاطي في فقدان المرونة والتشقق لحد ما ينفصل تماما وفي النهاية هيتسبب الأمر ده في نقل الاهتزازات والضوضاء أو الصوت العالي لداخل كابينة أو صالون السيارة رابعا اسلوب قيادة السيارة القيادة على الطرق المكسرة والمطباط والتصارع المفاجئ مع التوقف المتكرر بقوة أو بشكل حاد ممكن يقلل بشكل كبير من العمر المتوقع لكراسي أو أوعد المحرك خامسا الحوادث من المهم دايما فحص كراسي أو أوعد المحرك بعد أي حادث لقدر الله لأنها بتتأثر بشكل كبير وممكن توصل لمرحلة إنك تلاقيها مكسورة سادسا تصرب الزيت على كراسي أو أوعد المحرك تسريب الزيوت والسوايل من أكثر الأمور اللي بتسرع تآكل وتشقق الغلاف المطاطي لكراسي أو أوعد المحرك ويعتبر زيت الفرامل من أكثر السوايل الخطيرة لما يبدأ في التصرب باتجاه أو على كراسي المحرك واللي هيتسبب في تلافها في وقته سير طيب إمتى لازم تغير كراسي أو أوعد المحرك؟ بتختلف كراسي المحرك على حسب السيارة وحجم المحرك وبتيجي سيارات الجر الأمامي واللي بتكون محركاتها بالعرض بأربع كراسي أو أوعد وبتختلف أحجامها وقوة تحملها على حسب حجم المحرك واستعمال السيارة كراسي أو أوعد المحرك ما بتحتاجش للصيانة الدورية لأنها ممكن تستمر في العمل أو تعيش لأكتر من 160 ألف كيلو متر وممكن أطول من كده بكتير لو كانت القيادة أكتر هدوء بدون تصارع مفاجئ ومع كده في المادة المطاطية المتصلة بالكراسي عرض للتآكل بمرور الوقت كمان ممكن تتسبب الحرارة والاهتزازات الزايدة لانفصلها وبشكل عام ما فيش جدول محدد لتغيير كراسي أو أوعد المحرك ولكن من المهم أن يتم فحصها بانتظام بعد مرور 5 سنين أو قطع مسافة 100 ألف كيلو متر وأخيرا ما تحاولش تطري أو تشحم كراسي أو أوعد المحرك بشحم السيليكون إذا كانت مصنوعة وبتحتوي على مطاط السيليكون زي البي بي إي السيليكون أو الـ VMQ أو الـ MVQ طيب هل لازم أستبدل جميع كراسي المحرك دفع واحدة أو مرة واحدة؟ ممكن ما تحتاجش لتغيير كل كراسي المحرك دفع واحدة أو مرة واحدة فلو ما استبدلتهاش كلها فلازم تنتبه لها وتخلي بالك منها جدا لأن الضغط الأكبر بيكون على باقي الكراسي اللي ما قمتش بتغييرها واللي بيسرع من تلفها وهتحتاج تروح لورشة أو مركز صيانة تانية علشان تغييرها فحاول دايما عند تغيير كراسي المحرك أنك تغيرها كلها دفع واحدة أو مرة واحدة في نهاية حلقتنا نكون تكلمنا ووضحنا أهم أعطال كراسي أو أواعد محرك السيارة علشان تكون على معرفة بيها وتقدر تحدد إذا كانت محتاجة لتغيير شكرا لكم ونتقابل في حلقة جديدة إن شاء الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله